ارتفاع ملحوظ في مستوى مياه نهر دجلة عبر أراضي صلاح الدين لم تشهده فصول الصيف الماضية فأراضي المزارعين هنا ارتوت بكميات جيدة من المياه بعدما كانت تشهد جفافا واضحا خلال الأعوام السابقة نتيجة عدم وجود مخزون مائي كاف يرود تربة الخصبة التي تتمتع بها هذه المناطق الصالحة للزراعة الماء خير من الله صعد ونتمنى من الدول ان يحافظونا على الماء وسونا السدود لانه اكو قاعين يبست وابساتين ماضل بيها وتمنى ان شاء الله من الدول ان يسونا سدود حافظونا على ثربة الماء هذه احنا كمحافظة محافظة صلاح الدين منطقة زراعية تكاثر بها الزراع واحنا ندعو من الجهات المعنية انه يحافظون على نسبة الماء وسعود الماء احنا كل سنة بهيش موسم يقل الماء عندنا بس سنة ما أدري الله راحمنا وخير من الله الماء وإن شاء الله ينتبهون على المناطق الزراعية التي تبيها بساتين تذت حال يعني اندمرت عدم أنجاز سدود مائية لاستغلال وفرة المياه خلال موسم الشتاء وخزنها حتى الصيف إضافة إلى عدم وجود استراتيجية عملية لتنظيم قنوات الري أسباب يراها مراقبون أدت إلى تراجع مستوى الانتاج الزراعي وجفاف الأراضي في المحافظة داعين الجهات الحكومية إلى البدء بخطوات جدية لسيطرة والاستفادة من هذه المياه هذه الظاهرة التي جاءت من خيرات السماء بارتفاع مناصيب نهر دجلة الحقيقة هي كسابقاتها ستذهب سداء دون الاستفادة منها لأنه لا توجد قنوات لا توجد سدود من أجل الاستفادة من هذه المياه على الجهات المعنية تدارك هذه الحالات والاستفادة منها خزنا للأيام القادمة التي تكون فيها شحة المياه على وجهها يذكر أن العرق لديه 19 سداً مائياً معظمهما على نهر دجلة والفرات وروافدهما إضافة إلى عشرة سدود أخرى قيد الإنشاء من ضمنها سد مكحول الذي يقع شمال محافظة صلاح الدين سجاد حكمة قناة زاقروس محافظة صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة